السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات التقصي بالمغرب فان شاء الله سوف نقدم لكم توقعات التقصي ابتداء من يوم الاثنين تمانية فبراير لاخر احتداد النماذج العالمية التي صدرت قبل قليل وكذلك سوف ندرج لكم الايام القريبة المدى والبعدة المدى لحالة التقصي بالمغرب فاولا اخي اختي دا كنت تشاهد القناة لاول مرة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا باذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فولله الحمد فما زالت امطار الخير مستمر ان شاء الله على عدة مناطق ميناء المملكة كذلك مع قودهم منخف الجو ان شاء الله اخر سوف نقدم لكم المناطق والمدن المعنية بعد التساقطات المطارية ان شاء الله فيتوقع باذن الله لغدا في الفترة الصباحية ان تشهد المملكة بعض التساقطات المطارية على سبتة وطنجة وكذلك تطوان واصيلة العرائش شفشاون وكذلك اسقان وغلى اللاء ميمونة ووزان نسبة لباقي المرات الاخرى فستكون اجواء نسبة صافية الى قليل السحب كذلك معمور الساعة ان شاء الله فيتوقع ويحتمل باذن الله ان تكون نسبيا امطار قوية خصوصا على اقصى شمال المملكة على تطوان وطنجة واصيلة والعرائش وشفشاون وللاء ميمونة ووزان وايساقن وسدي علال التازية وقرية ابو محمد وتامونات وامطار هذه العالة الرباط والسلاة وسدي علال التازي وسدي سليمان والدار بيضاء وبن سليمان والجديدة ربما تكون امطار ضعيفة على الولدية كذلك واسفي بالنسبة لباقي المرات الاخرى فستكون اجواء نسبة غائمة الى قليلة السحب مع قدوم منخف الجو واخر ان شاء الله سيؤدينا امطار عاصفية ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نقدم لكم المناطق المعنية بادي التساقطات ان شاء الله بالنسبة كذلك معمور الساعة ان شاء الله فسوف تستمر بعد تساقطات المطارية باذن الله المهمة ربما تكون بعض القاطرة المطارية على الجرادة وتاوريرت وكذلك وجداء وبعد الزخاش المطارية على اكنول واساقن وتاونات وكذلك وزان وسدي علال التازي وسدي سليمان الرباط والخميسات ومكناس فاز وجهال لا امطار حاضرة على والماس والرماني وافران وامطار قوية على الرباط وكذلك سلا والدار بيضاء والمحمدية بن سليمان القارة برشيد والجديدة واولاد فرج والوليدية وسدي بن نور واسفي وخميس اولاد الحاج واستعش باذن الله وربما كذلك الشاوية وارديغة وبعد الزخات المطارية كذلك على القارة وبرشيد وربما تصل حتى خميس اولاد الحاج واسفي بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء نسبيا غائمة الى قليلة السحب. بالنسبة ليوم التلتة تسعة فبراير فيتوقع استمرار بعض الزخات المطارية في موقع مرتفعات الاطلس الكبير على تارودانت وربما كذلك قرش بو محمد والشمال الغربي للملاكة واكنول والجازة وجهان لا وسدي اسليمان وسدي على التازي وللميونة والزال وامطار حاضرة على الرباط وابن سليمان الطربيدة امطار ضعيفة نسبيا ومعتدلة. اما بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع بإذن الله استمرار الزخات المطارية على الشمال الغربي على عدة مناطق من الملاكة العرائش ببرد تطوان سدي اسليمان الرباط والجديدة وكذلك ستات واسفي بإذن الله وربما بعد الزخات المطارية على تازة وفاس تبقى ضعيفة ومتفرقة كذلك بإذن الله فتوقع دخول منخفة جوي قوي ان شاء الله في الايام القادمة سوف نقدم لكم في هذا الفيديو سوف كما سترون ان شاء الله فهناك تكون لمنخفة جوي قوي نسبيا سؤدي الامطار عاصفية اخواني العزاء في الايام القادمة. اما بنسبة ليوم الاربعة فيحتمال ان تبقى بعد تساقطات المطارية سالشمال المملكة تبقى مطار نسبيا ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الخميس ان شاء الله فيتبين لنا اه تقدم منخفة جوي ايسلندي بإذن الله سيؤدي الامطار عاصفية ربما تكون قوية مع رياح قوية. بنسبة لي يوم الجمعة فيحتمل بإذن الله اقشرة بدل منخفة جوي كما تشاهدون اخواني العزاء. منخفة جد قوي. نسبة ليوم السبت فيحتمل كذلك ان تكون اجواء نسبيا صفية الى قيلة السحب بنسبة ليوم. الاحد اربعة عشر فبراير فيحتمل بإذن الله. التكون هذا المنخفة الجو سيؤدي الى امطار نسبيا قوية خصوصا ابتداء من يوم. آآ الاثنين فسيدخل ان شاء الله يبتداء من يوم الاثنين سيؤدي الامطار على عدة مناطق من المملكة. بعد ذلك سوف يمتد. يؤدي الامطار عاصفية فاضي التوقع تبقى بعيدة المدى. امطار حاضرة ان شاء الله ستكون على وجدة وتوريش بإذن الله والناظر والحسيمة. وكذلك ايساقن وساكا واكنول وتارودانش وكذلك اه توريش وتازا. وامطار حاضرة على اه قرسيف وقريتبو محمد ووزان وشفشاون. وامطار حاضرة عيساقان وكذلك وزان الخميساتش مكناز فاس والماس الروماني. اه كذلك افران وامطار حاضرة سكون امتاز واخنا افراء واتزم اخرى يبقى وكذلك بالرشيد والقاراء والروماني. وابن ملال بإذن الله. وربما بعد زخات مطري على اقادير بوشيبه ومراكش وقالة سرهنا. وامشيل وكذلك امزميز. وامطار حاضرة ان شاء الله على ازيلال. وبعد زخات مطري على ابن ملال وكذلك زود شيخ واخنا افراء بإذن الله وميدلت وابطاط الحاج وعاطف بإذن الله. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء نسبيا غائمة على العموم. كذلك بالنسبة لي اه ليوم اه ستة عشر فى يحتمل بإذن الله ان تكون امطار نسبيا عاصفية خصوصا فوق المرتفعات الاطلس كبير والمتوسط. ومع على تازة وكذلك مرتفعات الريف. ستكون امطار حاضرة ان شاء الله على اه بركان ووجده بإذن الله وتوريت وجرادة. وبإذن الله امطار حاضرة للنظور والحسيمة والدريوش واكنول وايساقن وساكا وتازة وتاوناش وقرشبو محمد وفاس وامكناس الخميساش والرماني بإذن الله والمس افران. ما تساقط التشجيع رسكون امطار قوية نسبيا كما تشاهدون اخنا افراء. وزود شيخ ابن ملال البروش قال اتسراغنا سيدي بعشمان البنقري مراكش اقدير بعشيبا وقدرك اوكيمدن وآآ منتانوش وقد تكون بعض الزخاط المطرية على امز بينز بإذن الله وازيلان واملشيل وامطار حاضرة ان شاء الله لزود شيخ وميدلت وامطار نسبة قوية على مرتفعة الريفتالة وجازة واكنول وساكا والدريوش. بالنسبة لباقة المناطق الاخرى ستكون بعض الزخاط المطرية ربما تكون على عاطف بإذن الله وكذلك اوطات الحاج وميسور. بالنسبة لباقة المناطق الاخرى ستكون اجواء نسبة غائمة على العموم. بالنسبة كذلك اه مع امور الساعة ان شاء الله فيتوقع دخول كذلك منخفض الجو ان شاء الله للسواحل الشمالية الغربية للملكة والوسطى وكذلك الجهة الشرقية للملكة على وجدة. وامطار حاضرة ان شاء الله كذلك توريش والناظور وجرادة بإذن الله بركان وقرسيف والدريوش والحاوسيمة وامطار حاضرة الاناتي طوان واصيلة والعرائج وطنشاو سبتاول فليد قول مضيق. وكذلك القناة بإذن الله وللميمون سدي على التازي والريباط وسلو بن سليمان والرماني. نأمن من الله التبات وسدي بن نور أسفي اه سدي خميس ولاد الحاج والصويرة وسدي اه بوعجمان وكذلك شيشاواء وبن قرير. وبعد الزخط المطارية ربما تكون على ازيلال وابن ملال مع تساقطة تشجيع كتيفة. على خنيفرة وكذلك وطاة الحاج. واسكورمتاز بإذن الله وتبانت. وعاطب بإذن الله وامطار حاضرة على غرسيف وتيرودانت وكذلك توريرت. وبعد الزخط المطارية على اجراد ووجده بإذن الله. بالنسبة لباقي المناطق اخرى فستكون اجواء انسبية غائمة على العموم. كذلك معمور الساعة ان شاء الله في احتمل ان تبقى تساقطات الامطار ان شاء الله. كذلك على ادت مناطق من المملكة على الحسيمة وتطوان العرائش وسيد سليمان الرباط الداربيدة الجديدة وكذلك ستاش خريبقة بن قرير اسفي وامطار حاضرة على الصويرة بإذن الله وبعد الزخط المطارية تكون وربما على تزنيت وقادير ومراكش وششوا وابني ملال وكذلك اخرنا يفراخ ريب قاستات وكذلك اوطاة للحاج وتازا وفاس ومرتفاة تشرفون كناس وسيد سليمان والعرائش بإذن الله وامطار حاضرة على ببرد والحسيمة وبعد الزخط ربما كذلك على توريرت وطاة الحاج وقرسيفو المناطق المجاورة بإذن الله ومرزوقة قربما تكون بعض القطارة المطارية على بوعرفة بإذن الله فنأمنوا من الله اتباه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله